السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعس الماضي كنت نعونا توزيع ثنائي الحدين. بهذا الدرس ان شاء الله راح نشتغل بتوزيع بوصون. او اش شمعتها كلمة بوصون. بوصون اسمه عالم فرنسي ما له معنى الاسم. اشري توزيع بوصون ايمات مستخدم توزيع بوصون. توزيع بوصون بشكل عام بيكون عاطينا في المسألة معدل وقوة الحدثة. مثلا يقول لي في المسألة اذا علمت ان معدل وصول سيارات الاسعاف الى مستشفى معين هو خمسة سيارات في الساعة. اذا هون معدل الوصول خمسة سيارات. اذا علمت ان عدد الاخطاء في صفحة معينة هو اربعة اخطاء اذا اللمده او المعدل هو اربعة طبعا معدل رمزه واسمه لمدة. بيقول لي بالمسألة مثلا اذا علمت ان اه معدل عدد المكالمات هو اربعة مكالمات في الدقيقة. اذا اللمده المعدل هو اربعة. اذا توزيع بوصون بيعتمد على المعدل. قانون تابع الكثافة اللي راح نستخدم في ترزيع بوصون هو اي قوة سالب لمدة لمدة قوة اكس على اكس عامله. قيم اكس. صفر واحد اثنين الى اخره معنا هون العدد الكلي. قيم اكس صفر واحد اثنين ثلاثة الى اخره. ال اي هو عدد ثابت. طبعا نحن بيمكن نطالع من خلال الحاسبة في حبل المسائل. قيمته اثنين فاصلة سبعة واحد اثماني اثنين اثماني هو عدد ثابت. لمدة متل ما اتفقنا هي معدل بقوة الحدث. الاكس هي بالطلبات يحدد انها نفس توزيع ثنائي الحدين تماما. هنا ناخد امثلة منفهم من خلال الدرس. قبل ما ننتقل الامثلة. الوسط الحسابي لتفزيع بوصون هو لمدة. لمز ميو هو نفس لمدة. والتباين ايضا نفسه لمدة. والانحراف المعياري هو جزر. التباين يعني جزر لمدة. ننتقل الامثلة اول مثال. اقول لي. اذا علمت ان الزباعين يدخلون محل الملابس بمعدل ستة زباعين في الساعة. دائما المعدل هو لمدة. لمدة تساوي ستة. معدل عدد الزباعين. فحسب ما يلي. احتمال ان يدخل المحل ثمانية زباعين خلال الساعة القادمة. احتمال ان يدخل المحل ثمانية زباعين. ازا احتمال اكس يساوي ثمانية. احتمال ان يدخل ثمانية زباعين. تعويض مباشر بالقانون. القانون لازم يكون حفزانه. اي قوة سالب لمدة. لمدة قوة اكس على اكس عاملي. اذا. اي قوة سالب ستة لمدة ستة. طلب. ستة قوة تمانية على تمانية عاملي. ناتج مطالب من خلال الآلة الحاسبة. اي قوة سالب ستة. ستة قوة تمانية على تمانية عاملي. طلب اللي بعده. اعمل لي ان يدخل المحل ما بين ثلاثة وسبعة زباعين. تبقوا معك كيف ده اكتبع شكل رموز. اكس بين عددين. بين الثلاثة والسبعة. دائما عدد الزغير اول الكبير بعد. ما بين ثلاثة وسبعة. اشي عنا بين الثلاثة والسبعة? عنا الاربعة والخمسة والستة. اذا انا عندي ثلاثة احتمالات بين ثلاثة والسبعة اربعة وخمسة وستة. يعني الاحتمال الاول. اي قوة سالب. طبعا لمدة سابتة لك للمسالة اي قوة سالب لمدة اي قوة سالب ستة. ستة قوة اربعة على اربعة عاملي. زائد. عند الخمسة اللمدة سابتة. اي قوة سالب ستة. ستة قوة خمسة على خمسة عاملي. واخر الشي عند الستة. اي قوة سالب لمدة. لمدة قوة اكس على اكس عاملي. نجمع هالثلاث احتمالات بيعطينا المطلوب. نركز على الطلب الاخير. الطلب الاخير مهم. احتمال ان يدخل المحل اكثر من اربعة زبائن في الساعة القادمة. اذا احتمال اكس اكبر من اربعة. قبل ما نحل الطلب الاخير. تعال نرجع نكتب القانون. ايه القوة سالب لامده. لامده قوة اكس على اكس عاملة. تعال نتفقنا هاي اللامده اللي هي ستة. اكتر من اربعة زبائن. تموا معي هون في فرق اكتير مهم بين توزيع بوصون وتوزيع ثنائي الحدين. توزيع ثنائي الحدين عندي العدد الكل. فاذا قال لي اكتر من اربعة بتوزيع ثنائي الحدين بحسن اوصل للعدد الكل. بينما توزيع بوصون العدد الكل ما عنا ياه. عنا المعدل. المعدل ستة زبائن. يعني وسطية ستة زبائن. ممكن حال يعمل تنزيلات يدخل في ساعة معينة عشرين زموم خمستعش زموم فالعدد الكل ما عندي. فباعتبار العدد الكل ما عندنا دائما في توزيع بوصون سجلوه عندكم ملاحظة ملاحظة مهمة في توزيع بوصون احتمال اكبر من لا يمكن حسابه. دائما نستخدم الاحتمال المتمم. احتمال اكبر من هو نفسه واحد ناقص احتمال اكس اصغر او يساوي الاربعة. يو همي? مثلا انا اذا عندي احتمال اكس اكبر من عدد. متممه واحد ناقص اكس اصغر او يساوي هذا العدد. اذا عندي احتمال اكس اكبر او يساوي عدد. متممه واحد ناقص اصغر تماما هالعدد. اصغر منه. فان انا هون اكبر هون بحط اصغر او يساوي يعني المساواة لازم تكون بطرف واحد. ازا هون ما موجودة منحطة هون. ازا هون موجودة ما منحطهم. فان عندي اكتر من الاربعة اخدت واحد ناقص اصغر او الصفر. وعننا الواحد. والاثنين. والثلاثة. واخر الشيء الاربعة. هدول كلياتهم نجمعهم ونطرحهم من واحد. ازا. واحد ناقص. راح عوض واحد واحد. بخير نحن بنجمع كل هدو ونطرحهم من واحد الصفر. اي قوة سالب لمدة لمدة قوة اكس على اكس عاملي. الواحد. اي قوة سالب لمدة لمدة قوة اكس على اكس عاملي. الاثنين. اي قوة سالب لمدة لمدة قوة اكس على اكس عاملي. الاثلاثة. اي قوة سالب لمدة لمدة قوة اكس على اكس عاملي. وفي النهاية الاربعة اي قوة سالب لمدة لمدة قوة اكس على اكس عملي. هاي الاحتمالات كلها ياته رح نجمعها ونطرحها من واحد. ازان طنعنا الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والاربعة مجموع ونطرحون من واحد. اتقل لغير تمرين. هاي المسألة اقول لي اذا علمت انه بداله ما تستقبل في فترة دعوم الموظفين في المتوسط مكالمتين في الدقيقة الواحدة. وسطيا مكالمتين في الدقيقة الواحدة ازان اللامدة تساوي اثنين. طلب الاول. احتمال ان تستقبل هذه المكالمة بداءات. احتمال ان تستقبل هذه البداءة مكالمة واحدة في الدقيقة القادمة. ارشي القانون بنكون حفظانينه. اي قوة سالب لامدة? لامدة قوة اكس. انا اكس عملي ممتاز. ارشي بده مكالمة واحدة في الدقيقة القادمة. يعني اكس واحد. احتمال اكس يساوي واحد. اي قوة سالب لمدة. لمدة قوة اتنين. لمدة قوة اكس. على اكس. عاملي. اي قوة سالب لمدة لمدة قوة اكس. ليه واحد على واحد. عاملي. طيب البعض احتمال ان تستقبل هذه البداءة مكالمتين او اكثر. اكس اكتر او يساوي اتنين. ممتاز. من الشوين احنا حكينا اكبر من لا او يساوي لا يمكن حسابها راح نستخدم العكس. شو عكس هاي? عكس اكبر او يساوي? اصغر تماما من اتنين. ازان واحد ناقص اصغر من اتنين. عمدي احتمالين الصفر والواحد. طالح الاحتمالين نجمعهم نطرحه من واحد. ازان واحد ناقص. احتمال الصفر هي قوة سالب لمدة لمدة قوة اكس على اكس عاملي. زائد احتمال الواحد هي قوة سالب لمدة. لمدة قوة اكس على اكس عاملي. مجموعة الاحتمالين نطرحوا من واحد. طلب معنا الناتج Theo när hon يكون ونوصلنا لنهاية هذا الدرس. ان شاء الله في المقطع القادم في الدرس القادم. راح نزل لكم حل التمارين على التوزيعات والوصون وثنائي حدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.